بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المستحق لجميع المحامد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام كل راكع وساجد وعلى آله وصحبه وكل عابد أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يخبرنا صلى الله عليه وسلم بفضائل المدينة المنورة فيقول أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب إنما هي طابة طابة وطيبة والطيبة والمطيبة والفيحاء ومدينة رسول الله مأرز الإيمان ومدخل الصدق المدينة المنورة نورها الله برسول الله طيبها الله برسول الله عطرها الله برسول الله طابت بأطيب من تطيب طيبة يا طيب خذ من طيبها رياك وإذا لم أطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين أطيب المدينة المنورة لما دخلها الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم كانت فيها حمى معروفة تسمى بحمى يثرب فمرض سيدنا بلال ومرض سيدنا أبو بكر وكان يقول كل مرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله فجاءت أم المؤمنين عائشة إلى سيدنا رسول الله تقول يا رسول الله مرض أبي ومرض بلال أدعو الله لهما فرفع الحبيب الشفيع يديه وقال اللهم صححها وانقل حماها إلى أرض الجحفة اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة ما بين لابتيها حرام على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء وفي رواية كما يذوب الرصاص في الماء وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليمت فإني شفيع لمن مات بها يوم القيامة وقال من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة ولما سئل الإمام مالك رحمه الله يا إمام ماذا تحب من الدنيا قال ثلاث مجاورة روضته وملازمة تربته واحترام أهل بيته المدينة المنورة وما أدراكم المدينة المنورة هواءها طيب نسيمها طيب لملاء وفيها الطيب المطيب صلى الله عليه وسلم فيها البقيع وهو روضة من رياض الجنة فيها الروضة الشريفة تشهد لمن صلى فيها فيها أصحاب رسول الله قد دفنوا فيها زوجات النبي فيها أهل بيت النبي فيها جبل من جبال الجنة جبل أحد وقف النبي عليه فاهتز الجبل تحت قدميه فقال النبي اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان وكان معه الصديق والفاروق وعثمان رضي الله عنهم جميعا وكان النبي يقول جبل أحد جبل يحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة وفيها مسجد قباء أو قباء وكلاهما صحيح وهو أول مسجد بني لما دخل النبي المدينة أول مسجد في الإسلام لمسجد أسس على التقوى وفيها شهداء أحد فيها سيدنا الحمزة وسبعين من أصحاب رسول الله قد دفنوا عند موقعة أحد بين جبل الرمات وجبل أحد المدينة المنورة فضلها عظيم سُئل الإمام مالك يا إمام أيهما أفضل زيارة النبي أم حج التطوع فقال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وزيارة النبي أو لا عندي من حج التطوع احرصوا على زيارة المدينة وعلى زيارة سيدنا رسول الله اللهم لا تحرمنا من زيارته ما حينا ولا تحرمنا من الصلاة في روضته ما بقينا شفعه فينا بجاهه عندك يا رب العالمين وارزقنا جواره في المدينة المنورة آمين آمين يا أكرم الأكرمين وبالله التوفيق وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته